أسعد الله صباحكم طلبة الصف الثالث اليوم درسنا قياس الوقت سوف نتعرف على قياس الوقت الشهر والسنة وليس قياس الساعة وربع وثلث الساعة دقيقة وثواني أما قياس الوقت ما هي المفردات الموجودة فيه الشهر والسنة الآن السنة تساوي 12 شهر مهمة ثالث الشهر يساوي 12 شهر أي شيء أعطيكم إياه في هذه الوحدة هو بتدرسوا علينا الامتحان نص السنة الشهر يساوي أربعة أسابيع هيا لنتعرف على أشهر السنة أشهر السنة نبدأ هيا في كتاب طالب 94 أحبائي في عنا أشهر السنة كانون الثاني وتعني شهر واحد شهر واحد هاي أشهر السنة وكم يوم فيها واحد وثلاثون يوما الشهر الثاني اللي هو شباق شهر اثنين منسميه في عنا شهر اثنين ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين يوما وكل أربع سنوات بيكون عنا بيصير تسعة وعشرين الشهر الثالث اللي هو آذار آذار شهر ثلاثة مجموع أيامه واحد وثلاثين يوم واحد وثلاثين يوما نيسان نيسان اللي هو شهر أربعة مجموع أيامه تلاثين نيجي أيار أيار اللي هو شهر خمسة مجموع أيامه واحد وثلاثين نيجي حزيران حزيران شهر ستة مجموع أيامه تلاثين تموز تموز شهر سبعة واحد وثلاثين يوم آب آب تمانية اللي هو تمانية عدد أيامه واحد وثلاثون أيلول أيلول اللي هو شهر تسعة ومجموع أيامه تلاثين يوما تلاثين يوما تشرين أول تشرين أول تشرين أول شهر عشرة واحد وثلاثون يوما تمام تشرين الثاني تشرين الثاني 11 لهو شهر 11 و30 يوم مجموع أيامه ونحن الآن في كانون الأول شو اسم الشهر اللي احنا فيه نعم كانون الأول لهو شهر 12 31 يوم إذن كم شهر إحنا 12 شهر هاي كانون الثاني شباب آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين أول تشرين ثاني كانون الأول تمام هلا ما أسماء هيا لنحل هاي الأسئلة ما أسماء أيام الأسبوع لازم نحفظها كم أيام الأسبوع قلنا سابعة نعم ما هم السبت الأحد اللي أنت فيها وبتكمل السنة الأرقام تمام كم يوما في الأسبوع سبعة أيام كم يوم في الأسبوع سبعة أيام كم شهرا في السنة كم شهر في السنة كم عديناهم 12 شهر تمام كم يوما في الشهر شو حكينا في أشهر 30 يوم شفناها أو 31 يوم أو 28 يوم زي شهر 2 تمام انظر إلى التقويم أعلى ثم أحدد عدد الأشهر هاي ما بنيها هاي قراءة ذاتية يا ثالث ثالث قراءة بس معلومات إلكو عادي خلق منتعرف كيف إحنا منكتب ألاحظ أن أيام الأسبوع تتكرر في كل شهر نعم أيام الأسبوع بتتدور سبت أحد 2 3 4 5 جمعة بتيجي أسبوع الثاني نعم إذا في عنا عدد أيام السنة عدد أيام السنة 365 يوما هلا في عنا السنة الكبيسة شو حكينا في عنا شهر 2 بيكون عدد أيامه 28 كل 4 سنين بيصير عدد أيامه 29 بيصير عدد أيامه 29 يوم إذن إيش زادت 365 زادت يوما هل منسميها هذه بتكون السنة الكبيسة أيها يكون عدد أيام شهر شباط 29 يوم في بعض السنوات فيصبح عدد أيام السنة 366 وتسمى مثل هذه السنة كبيسة نعم يحتفل الأردنيون بعيد الاستقلال الذي يوافق 25 خمسة من كل عام فما المقصود بتعبير 25 خمسة شو معنى الـ 25 هنا اليوم شو معنى الـ 25 اليوم وهان ايش تعني الشهر الخمسة ايش تدل على الشهر هان لو اجينا احنا نكتب اليوم اليوم ايش 12 اذا هذا يدل على اليوم تمام دائما احنا تعودنا نكتب اليوم وعدين هان ايش الشهر تمام احنا في ايش حكينا نعم احنا في كانون اول 12 اذا ايش عنا الشهر اليوم 12 تاريخ اليوم ايش اليوم نعرف انه السبت تاريخ اليوم 12 واحنا باي شهر 12 احنا اي سنة مين بعرف نعم 2020 2020 احسنتم اذا اول ما انا ابدأ التاريخ زي تاريخ ميلادك اول ايش بتقول اليوم بعدين التاريخ منحطه تمام هيا لننظر مهمة هاي الصفحة تالت مهمة جدا ها هيا اضع اشارة اصغر او اكبر او يساوي في المربع لاكمال الجمل الات يخلينا مراجعة اليوم كم يساوي ساعة 24 ساعة السنة كم تساوي شهر 12 شهر الاسبوع كم يساوي يوما 7 ايام السنة كم تساوي 365 يوما اذا هذول مهمات المعلومات لازم نستعملهم هلا 6 ساعات وعنا يوم اذا لازم انا اليوم هلا بدي احول لازم يكون الوحد متساويتين اذا هان ساعات وهان يوم اليوم كم في ساعة شهر 24 ساعة نعم مين اكبر الستة ام الاربع وشرين نعم الاربع وشرين اذا وضعنا اشارة اكبر الاربع وشرين اكبر من الستة والستة اصغر من اربع وشرين نعم عنا 18 شهرا وسنة كاملة هلا السنة قلنا كم فيها شهر السنة كم فيها شهر نعم السنة فيها 12 شهر السنة كم فيها 12 السنة كم فيها 12 شهر تمام 12 شهر ها اي كتبتلكو 12 شهر وهنا ايش 18 شهر اذا لازم انا احول الوحدات تكون متساوية اذا شهر بقدر انا احول السنة ل 12 وحتى هاي 18 بقدر انا احولها لسنة هلا بجمد 12 شهر بصيروا سنة شو بيظل من 18 6 اذا سنة ونص هنا وهاي سنة واحدة مين اكثر نعم 18 شهر اذا 18 شهر ايش فيها سنة و نصف سنة و نصف احبائي تمام سنتان و 25 شهر شو معنى السنتين السنة الاولى 12 والسنة التانية 12 جمعناهم شو طلع 24 و 25 مين اكبر نعم السنتان اقل من 25 شهر وال 25 شهر اكبر من 24 شهر اذا حولنا السنتان لصارت 24 شهر تمام هلا عنا سنة و 12 شهر شو حكينا السنة فيها 12 شهر اذا الجهتين متساويتين ارسم دائرة حول الوقت الانسب لعمل ما يأتي هلا احنا لما بدك تروح المدرسة الذهاب الى المدرسة الذهاب الى المدرسة كيف تتحمل الوقت انا بدي اسألك لما تروح للمدرسة في ناس بيجي مثلا من منطقة بعيدة يعني ما في اني اقول ساعات في ناس ساعات اذا بيجي من منطقة بعيدة اقل اشي انه نص ساعة مثلا تصل لمدرسة دائما تختار المدرسة اللي قريبة عليك اذا في ايش قصة الوقت انا باساعة تمام الذهاب في رحلة هلا انت بتكتروح رحلة مازان حاط اللي دقائق وايام انت بس خمس دقائق بتروح على الرحلة هلا ما بتصير طالع من باب البيت الا انت بدك ترجع خمس دقائق قصيرة جدا اذا اختار مين الانزب اذا خمسة ايام شكلها رحلة بدي انام فيها مخيم يعني هلا بدي ادهن انا المنزل البيت معقول انا بقعد فيه ثلاث سنوات ام ثلاثة ايام هلا انت لحالك بدك تتخيل لما بتجيب يدهن البيت ممكن اسبوع ممكن ثلاث ايام ممكن اربعة ايام اما ثلاث سنين بيت لا بيتك مش معقول اذا نأخذ الاجابة القريبة من الحل تمام انهاء العام الدراسية السنة الدراسية احنا كم ايوة سنة واحدة لا ندرس المدرسة عنا تسع اشهر بالمدرسة وثلاث اشهر العطلة الصيفية اسمها كاملة مع بعضها سنة دراسية يعني بيعطوكم ثلاثة شهر على جهود كل انتو خلال السنة تعبتو فيها اذا تسمى سنة دراسية حتى تطلع على خير تطلع بصير صفك رابع اذا اسمها سنة دراسية هلا بناء منزل جديد بدي ابني انا بيت جديد ثمان اشهر ولا ثمان ايام البيت لما بدي اساسات وبيدي اشطبه وبيدي اعمله شمع وبيدي اعمل اشياء كثيرة في البيت معقول انا بخلص البيت بس ابني وبيدي ادهنه وبيدي احط له مجلة وبيدي احط له مطبخ وبتعرفه اذا بتحمل ثمان ايام ولا ثمان اشهر نعم بده وقت اذا بحتاج لوقت اطول اذا اختار الثمانية وهيك منكون خلصنا شرح الدرس واللقاء في حسة قادمة والرجاء كتابة ما تم شرحه على الكتاب احبائي على الكتاب وشكرا لكم